اشتركوا في القناة واشد المجلس بعمق العلاقات البحرينية التايلندية مؤكدا أن الزيارة ستضيف بعدا جديدا للعلاقات المتميزة وتعاون الوثيق الذي يربط بين مملكة البحرين ومملكة تايلند وستسهم في الارتقاء بأفاق التنسيق الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات سياسيا واقتصاديا واستثماريا بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشكرى والتقدير إلى جامعة الدول العربية ومعالي أمينها العام عن الاحتفالية الكبرى التي أقامتها لتكريم سموه ومنحه درع العمل التنموية الذي تسلمه نيابة عن سموه سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وأعرب سموه عن الاعتزاز لما عبر عنه المشاركون في الحفل والكلمات التي ألقيت بهذه المناسبة والتي كان لصداها أطيب الأثر لما حملته من تقدير صادق ورصد موضوعي لإنجازات البحرين في مختلف المجالات التنموية وضمن هذا الإطار فقد جدد مجلس الوزراء التهانية الخالصة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مؤكدا أنه شرف عظيم لحكومة مملكة البحرين أن يحظى رئيسها بهذا التكريم العربي الكبير وبمناسبة يوم العمال العالمي فقد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الفعال الذي يطلع به عمال البحرين في دفع عجلة التنمية وأحيى جهودهم في بناء الوطن بسواعدهم مؤكدا حرص الحكومة على تعزيز المكاسب العمالية وتحسين بيئة العمل التي تفضي إلى زيادة الانتاجية مثني سموه في هذا الصدد على دور الاتحادات والنقابات العمالية في تطوير المنجزات العمالية وتعزيز مكتسباتها كما أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الدور الذي تطلع به مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود الحكومة في الارتقاء بالشباب وتوفير فرص التعليم والتدريب لهم وهي مبادرة تحظى بكافة أشكال الدعم والإسناد من الحكومة ووجه سموه الشكر لمؤسسة المبرة الخليفية رئيسا وأعضاء على تنظيم الملتقى الأول للمبرة الذي عقد تحت رعاية سموه مؤخرا وأناب سموه لافتتاحه مع الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وأشهد سموه بدور مؤسسة المبرة الخليفية برئاسة سمو الشيخ زين بن خالد الخليفة رئيسة مجلس أمناء المبرة الخليفية في احتضان الفعاليات التي ترفض الشباب بالمعارف والقيم وتجعلهم أداة فاعلة في المجتمع وفي إطار ذي صلة فقد حث سموه على أهمية إحياء الأماكن العريقة ذات الطابع التراثي والتاريخي لدعمها للاستثمار في الثقافة وتشجيع المبادرات التي تدعم هذا التوجه منوها سموه بافتتاح المكتبة الخليفية الذي كان برعاية سموه وأنابى لافتتاحه سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزراء والجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية بالالتزام بقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة بخصوص معايير الابتعاث وبالقرارات التنظيمية لمجلس الوزراء التي تنظم العلاقة بين المؤسسات الحكومية والسفرات والبعثات الأجنبية وأكد سموه على ضرورة عدم قبول موظفي الدولة المنح الدراسية التدريبية التي تقدمها الجهات الخارجية بدون الحصول على الموافقة المسبقة أولا من الجهات المختصة في الحكومة مجددا سموه التأكيد على الالتزام بقرار مجلس الوزراء ذات الصلة الذي كلف بمجبه وزارة الخارجية بأن تكون هي الجهة الوحيدة المختصة باستلام عروض البعثات الدراسية والدورات التدريبية المدنية والزيارات الميدانية للمدنيين التي تقدمها سفرات والبعثات الأجنبية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو منتسبي مؤسسات المجتمع المدني أو للأفراد بعد ذلك رفع المجلس أصدق التعزي والموساء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى الشعب السعودي الشقيق في ضحايا سقوط الطائرة العمودية تابعة للقوات المسلحة السعودية المشاركة ضمن قوات التحالف العربي والتي استشهد فيها عدد من منتسبي قوات المسلحة السعودية وهم يؤدون واجبهم الوطني سائلا المولى عز وجل يتغمد شهداء الحادث بواسع رحبته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان بعدها هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر والشعب القطري الشقيق بالإفراج عن المواطنين القطريين المغطوفين في العراق وعودتهم إلى بلادهم بصحة وعافية دعيا سموه المولى جلت قدرته أن يحفظ دولة قطر الشقيق وشعبها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار ثم نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي أولا وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى استمرار العمل في تطوير الخدمات الصحية جودة والكوادر الطبية تدريبا وتأهيلا وتعزيز ذلك بالخبرات المهنية العالية وأحدث المعدات والأجهزة بالشكل الذي يجعل العلاج في البحرين الخيار الأفضل أمام المواطن واطلع المجلس من خلال وزيرة الصحة على الخطة الاستراتيجية 2016-2020 والتقرير السنوي للعام 2016 للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية حيث أثنى المجلس على الجهود التي تطلع بها وزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة وهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية ثانيا استعرض المجلس أهم المؤشرات الاقتصادية التي سجلت في العام 2016 وفي الفصل الرابع منه ومن أبرزها تسجيل الاقتصاد الوطني نموا حقيقيا بنسبة 1.1% قياسا بالفترة ذاتها من العام 2015 وزيادة الناتج المحلي بنسبة حوالي 3% وذلك من خلال المذكرة التي قدمها وزير الصناعة والتجارة والسياحة ثالثا حث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مواصلة الجهود والحوافز التي تشجع المواطنين البحرينيين على إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة ودعم وتشجيع توفير الفرص النوعية للبحرينيين ذات القيمة المضافة في القطاع الخاص والقيام بجهود إضافية لضمان أن لا يتأثر توظيف المواطنين بالتحديات الاقتصادية واستعرض المجلس من خلال المذكرة المرفوعة من وزير العمل والتنمية الاجتماعية الجهود المشتركة لتدريب وتوظيف العمالة الوطنية رابعا وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مملكة البحرين ومجلس شورى المفتينة لروسيا وقرر المجلس تفويض الوزير المختص بالتوقيع عليها وجاء ذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزرية للشؤون القانونية خامسا وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين وقرر رأي حالته إلى السلطة التشريعية لاستكمال باقي الإجراءات الدستورية وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزرية للشؤون القانونية سادسا وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بالتصديق على بروتوكول تعديل المادة خمسين ألف من اتفاقية الطيران المدني الدولي وبروتوكول تعديل المادة السادسة والخمسين من اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعين في مونتريال في السادس من أكتوبر 2016 وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك سابعا أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزرية للشؤون القانونية المذكرة المرفوعة من معالي وزير الخارجية حول طلب تأسيس مجلس البحرين للمباني الخضراء كفرع للمجلس العالمي للمباني الخضراء